بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمله تمامي اليوم بإمنا الله سنكمل موضوع داخل وخارج لكن قبل أن أبدأ أريد أن أذكر بأداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل حصة الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المؤلمة وإذن لا بد أن يكون ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة ثم عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك نأتي للأهداف التعليمية عندنا الهدف العام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم داخل وخارج وعندنا الأهداف الخاصة بدرسي اليوم وهي أن يكرر الطالب والطالبة أسماء المفاهيم داخل وخارج خلف المعلمة ثم يسمي أسماء المفاهيم داخل وخارج أيضا يميز الطالب والطالب المفهوم داخل وخارج من بين عدة صور ثم يصنف داخل وخارج في مجموعات نبدأ درسنا اليوم بقصة يوم غريب لنورة هذه الفتاة اسمها نورة حدثت لها أحداث غريبة هذا اليوم نشوفش الأحداث نورة تقوس أخبركم بالأعمال المنزلية التي قمت بها خلال الإجازة الأسبوعية الأعمال المنزلية هي التنظيف والترتيب داخل المنزل والإجازة الأسبوعية هي يوم الجمعة ويوم السبت نشوفش صار في هذه الإجازة الأسبوعية تقول لنورة اليوم قمت بتنظيف غرفتي التي تشاركني فيها أختي الصغيرة ووضعت ملابسنا النظيفة داخل الخزانة إذن نورة في البداية نظفت الغرفة لتشاركها أختها الصغيرة ووضعت الملابس النظيفة داخل الخزانة داخل الخزانة نكرر خلف المعلمة داخل داخل أيضاً أما الملابس المتسخة هذا اللي في السلة ملابس غير نظيفة يعني متسخة فوضعتها داخل الغسالة داخل الغسالة يعني جوها الغسالة ثم وضعت جميع ألعاب أخت الصغيرة داخل خزانة الألعاب شوفوا كيف مرتبتها داخل الخزانة كانت مرمية برة الآن وضعتها داخل الخزانة ثم ذهبت للمطبخ وقمت بمساعدة أمي في غسل الصحون ووضعتها داخل الخزانة إذن أيضاً نورة بعدما خلصت تنظيف الورفة راحت للمطبخ تساعد أمها وتغسل الصحون أين وضعت الصحون؟ داخل الخزانة داخل الخزانة يعني جو الخزانة كلنا نكرر داخل داخل إحسنتم وعندما عدت لغرفتي لأأخذ قسطاً من الراحة عشان ترتاح لأنها تعبت بعد التنظيف وجدت ملابسي وأخت الصغيرة خارج الخزانة شوفوا الخزانة هي كانت حاط الملابس داخل الخزانة الآن أصبحت الخزانة بفارغة والملابس خارج الخزانة نكرر خلف المؤلمة خارج خارج الخزانة فنورة تسأل تقول يا ترى من وضعها داخل الحقيبة لاحظوا الملابس الحين صارت داخل الحقيبة فهي مستغربة نشوف شو صار بعد كما أن ألعاب أخت الصغيرة خارج الخزانة هي لما رتبت الغرفة وضعت الألعاب داخل الخزانة لكن لما رجعت الغرفة لقت الألعاب خارج الخزانة فنورة تسأل مستغربة يا ترى من وضعها داخل الصندوق الألعاب وين صارت؟ داخل الصندوق داخل الصندوق ثم ذهبت لإخراج ملابسي من الغسالة لكني وجدت الملابس خارج الغسالة وين صارت؟ يا ترى من وضعها على منشر الغسالة؟ مستغربة نورة تسأل تقول يا ترى من وضعها على منشر الغسالة؟ لأنها كانت حاطة الملابس وين؟ داخل الغسالة بس لما رجعت لقت الملابس خارج الغسالة فنورة تسأل يا ترى من وضعها على منشر الغسالة؟ ثم ذهبت للمطبخ لأشرب الماء وجدت الصحون خارج الخزانة هي لما غسلت الصحون وضعتها داخل الخزانة اللي في المطبخ بس لما رجعت عشان تشرب موية للمطبخ لقت الصحون خارج الخزانة يعني بر الخزانة فهي مستغربة تقول يا ترى من وضع الصحون على الطاولة؟ هذه الطاولة عليها الصحون ثم دخلت أمي هذه أم نورة للمطبخ وأخبرتني بأننا سنذهب في رحلة قصيرة إلى القصيم لذلك قامت بتجهيز ملابسنا داخل الحقيبة إذن من وضع الملابس داخل الحقيبة؟ الأم لماذا؟ لأنهم سيذهبون جميعا في رحلة قصيرة إلى القصيم أيضا وألعاب أخت الصغيرة داخل الصندوق من وضعها داخل الصندوق؟ أيضا الأم إذن الملابس النظيفة داخل الحقيبة وألعاب أخت نورة الصغيرة داخل الصندوق من وضعها؟ الأم وقامت بإخراج الملابس من الغسالة ونورة الحين حطت الملابس الغير نظيفة داخل الغسالة الأم وضعتها خارج الغسالة وين؟ على منشر الغسيل حتى ماذا؟ تجف بسرعة تحت أشعة الشمس لتقوم بكيها بسرعة ثم تضعها مرة أخرى داخل الخزانة داخل الخزانة إذن اللي يطلع الملابس من الغسالة أو خارج الغسالة من؟ أم نورة كما قمت بإعداد طاولة الطعام لنتناول وجبة الغداء قبل السفر إذن اللي أخرج الصحون من داخل الخزانة ووضعها على الطاولة أيضا هي الأم لإعداد طاولة الطعام لتناول وجبة الغداء إذن في هذه القصة تتحدث عن ماذا؟ عن مفهوم داخل وخارج عن مفهوم داخل وخارج طيب الحين بنشوف صور لاحظوا على هذه الشريحة الآن لنتعرف على صور مختلفة تمثل مفهوم داخل وخارج لاحظوا هنا في الصورة الأولى عندي بيضة في الصورة الثانية عندي صوس الصوس في الصورة الأولى كان داخل البيضة داخل البيضة أما في الصورة الثانية في الصوس الآن أصبح خارج البيضة خارج البيضة إذن هنا داخل داخل وهنا في الصورة الثانية خارج خارج أيضا نشوف صورة مختلفة لنتعرف الآن على صور مختلفة تمثل مفهوم داخل وخارج لاحظوا في كل الصورتين اللي هي الأولى هذه رقم واحد وهذه رقم اثنين كلها فيها صندوق وكلها فيها قطة لكن اللي اختلف في الصورتين اللي هو مكان القطة مكان القطة لاحظوا مكان القطة في الصورة الأولى رقم واحد وين كان القطة؟ داخل الصندوق يعني جو الصندوق داخل الصندوق في الصورة رقم واحد الصورة رقم اثنين القطة تغير مكانها لاحظوا مكانها أصبح خارج الصندوق خارج الصندوق هذا هو الفرق بين داخل وخارج في الصورة الاولى القطة كانت داخل الصندوق في الصورة الثانية القطة خارج الصندوق طيب الآن شفناها بالصور الآن بمثلها لكم بأشياء متوفرة في البيئة المنزلية حتى يقوم ولي الأمر بتعميم المهارة مع الطالب والطالبة في المنزل لتعميم مفهوم داخل وخارج مثل المحفظة التي نضع فيها النقود المحفظة التي نضع فيها النقود الآن النقود تعتبر خارج المحفظة خارج المحفظة يعني بر المحفظة بس الآن لو أغير مكانها لاحظوا الآن أين أصبحت النقود؟ أين أصبحت؟ داخل يعني جوة داخل المحفظة داخل المحفظة مرة أخرى النقود الآن خارج المحفظة خارج المحفظة الآن سأقوم بتغيير مكانها وأضعها داخل داخل المحفظة أيضاً في أشياء كثيرة في البيت ممكن نقدر نستخدمها مثل علبة الألوان علبة الألوان أقدر أقول الألوان الآن موجودة داخل العلبة داخل العلبة الألوان أين مكانها؟ داخل العلبة يعني جوة العلبة طيب لو أغير مكانها الآن شوفوا الألوان أين أصبحت؟ أين أصبحت الألوان؟ خارج العلبة خارج العلبة طيب الآن بغير مكانها وأنتم فكروا وين مكانها الصحيح الآن؟ الآن أين أصبحت الألوان؟ داخل العلبة داخل العلبة واضح؟ أيضاً مثال آخر الآن هذا السكر داخل العلبة داخل العلبة طيب الآن السكر أين أصبح؟ هل هو داخل العلبة؟ لا إنما أصبح خارج العلبة خارج العلبة أيضاً مثال آخر بإمكاني أن أحضر هذه السيارة ووضع حجارة ووضح للطالب أن الحجارة داخل السيارة لكن غيرت مكانها الآن أصبحت الحجارة خارج السيارة خارج السيارة خارج السيارة إذن هذه بعض الأمثلة التي ممكن أن نطبقها مع الطالب والطالبة في المنزل لتعميم مهارة داخل وخارج أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات بإذن الله أراكم في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل تمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر